الشركة المتحدة الخدمات الإعلامية شطار على طول نوال في مصر؟ لأ احنا عايزين ندلع نوال نوال روبنسون عندنا؟ يا مرحبا يا مرحبا بالضبط كده تعالى بقى نستضيفك وان وديك أكتر من مكان سياحي في مصر احنا هنوديك المتحف المصري الكبير وهنخليك تنزل الشارع وهنخليك تنبسط مع الناس وما إلى ذلك ونسهلك زيارتك لمصر وفصحتك فيها وهكذا مش بس كده لا احنا كمان هنستضيفك في برنامج من برامجنا الشهيرة على شاشة سي بي سي مع زميلتنا طبعا العزيزة مونة الشازلي فهنا نوال يقابل ده على طول بايه؟ بشكر للشركة المتحدة شكرا جدا على سهولة أنكوا استضفتوني شكرا جدا أنكوا فسحتوني شكرا جدا تعال نسمع نوال بالمناسبة كيف شكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاملتها واستضفتها وتسهيل زيارة المصر أنا عايز أسمع يا جماعة لسه هنشوف نوال هو بيرقص يرقص يا عم نوال بشكر شكرا لطيف ظريف لائق جدا وشكر كمان المرتبطة خلي بالك الجيل ده عشان الكبار اللي بيتفرجه وقل لك يا عم ده بيقول شكرا لشركة المتحدة الخدمات الإعلامية أن هم مصطدى فيني ومشأة بص الجيل ده قليل الكلام عشان بس نبقى فهمين الجيل ده كله يعني أنت لو ركست مع أولادك هتلاقي العيال إيه اللي هو إيه؟ نظام جملة وقتهم يعني قالك إيه؟ قال ماينفعش أيوة يعني أنت كنت بتتكلم كل ده ماينفعش طبع ماينفعش دي كلمة إبني الشهيرة يعني قالك إيه؟ ماينفعش قالك إيه؟ كويس حاجات زي كده ده جيل بيقطم ما بيكترش في الكلام بالمناسبة نوال من نفس هذا الجيل دول يعني دول ما بعد جينريشن زي بالمناسبة فده جيل رقع أنا بقول لك أنا واحد من الناس أنا معنديش أكاونت على تيك توك بس أنا بشوفه كتير يعني أنا بقعد حتى أدور على الفيديوز بتاعته كده لما كون إيه مش مرسوط هو بيدحكني والأغنية نفسها اللي هي بيبي كلم دعون أنا بحبها فببقى مبسوت فالمتحدة زي ما بقولك أزكية ما هو بسه الزكاء ده يعني نعمة من عند ربنا ده واحد بي أختص بيها ناس ومن ناحية تانية الجهد بتاعك خلي بالك الناس فاكرة أن الزكاء ده كده يعني مجرد بس المنحة الإلهية لا وأنت لو ما استغلتهش مزبوط خلاص فأنت بتشتغل وبتكتهد وهكذا المتحدة بيعملوا كده طول الوقت الناس دي بتقعد تشتغل وبتفكر نعمل إيه إحنا شركة موجودة الشركة دي يا جماعة إحنا بنشتغل خدمات إعلامية طيب إحنا إزاي نعرف نساعد بلدنا هنساعد بلدنا والله ده الأخ نوال ده رجل مشهور جداً وجاي مصر يتفسح هاتوا ساهلونه الفصحة بتاعته دلعوه ابسطوه تعالوا كمان وديه واحد من أكبر برامجنا واحدة من أكبر مزيعتنا تستضيفه وتتكلم معاه وما إلى ذلك طيب كل ده يساوي إيه؟ يساوي دعاية مش بمليون ولا تنين عشرات الملايين من الدولارات أنت متصور أنه الفيديوهات بتاعت نوال اللي تنزل على البلاتفورمز المختلفة بقى أو المنصات المختلفة مش عارف تيك توك وإنستجرام ويوتيوب ومش عارف الحاجات التانية اللي أنا ما بعرفش أسميها أظن سناب شات في حاجات كتير يعني غالباً طلعت في الدنيا أنا مش على نظرية بيه ملايين ملايين بتشوف ده إذا كان بلاتفورم واحد أو حساب واحد من حساباته المتعددة يعني عنده حساب مثلاً على تيك توك حساب على يوتيوب إلى آخره تيك توك بس أكتر من اثنين مليون اثنين وتلاتين مليون بنيئة دول الفولورز خد بالك يعني أنا عارفه وبشوف فيديوهاته وأنا مش فولور لأن أنا ما عنديش حساب لكن أنا عارفه واخد بالك ومش هعرف أعمل لايك لأن أنا ما عنديش حساب على تيك توك لكن أنا عارفه فيبقى في ناس حوالين العالم أكتر بكتير من الاتنين وتلاتين مليون فولور أكتر بكتير من الناس اللي بتعمل لايكس بتشوف ده طبعاً بالنسبة للانوال وبالنسبة لغيره فاللي عايز أقوله لك إنه حركة في منتهى الشطارة والزكاء من الشركة المتحدة لخدمات العالمية فعلاً برافو حاجة حلوة ترجمة نانسي قنقر